السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هنتكلم ان هو اضع فيه او ان انت ازاي تحدد بتاعتك من الصورة او من الفيديو. اه ودي بتكون مهمة جدا جدا في بعض البروجيكتز زي مثلا الموضوع انت لما بتيجي تعمل اول حاجة بتعمل هي انت بتعمل يعني بتحدد مكان الواجهة بتاع الانسان موجود فيه بالزد وتروح تاك ترسم عليه كده زي الريكتانجل. فبعد ما بتعمل الريكتانجل ده بقى على الفيس كلها بتاعت الاشخاص اللي بتكون موجودة في الصورة. انت خلاص مش مهتم مثلا بالبادي بتاع الشخص نفسه ولا مهتم بالباكجراون. فانت خلاص عددت الفيس فانت عايز تاخد الفيس ده. ففي الحالة دي هتضطر ان انت تتعامل مع الامج كروبينج. فلا بود ان انت تكون فيها من الموضوع ده كويس جدا. وهتستخدمه يعني في كتيرة جدا يعني. احناك طبعا كنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وعملناه بشكل عملي فبس انا حبيب يعني ان انا اعمل فيديو عنه لوحده اه تمهيدا لموضوع وان احنا ازاي نحدد بتاعتنا. يعني مسلا الصورة اللي قدامنا دي انا عايز اعمل على اليد والطبق اللي هو ماسكو ده تمام? عايزين نعمل على الجزء ده كده. يعني ارسم الريكتانجل بتاعي بعد ما ارسم الريكتانجل اخد الريكتانجل دوت وعمل له كروبينج. طبعا? طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي الموضوع ده قوت في الكودينج. اول حاجة هنجيب سيفي تو هنجيب نانباي وغيرت الديريكتور بتاعي عشان اقرأ للصورة. قرأت للصورة عن طريق سيفي تو دت امريد. اه مهم جدا برضو ان احنا اه لازم نكون عارفين بتاع الصورة يعبر عن ايه? عشان لما اجي اقص او اعمل على الصورة. اكون اعارف بتاعتي واكون اعارف انا بقص من اول فين اه اه يعني من اول من اول ايه لحد فين يعني. فهنا هقول اه اه طبعا الصورة هنا في اسمه امج اقول اه اه او امج دوت طبعا بترجع لي الروز وبترجع لي وبترجع لي عدد فاحنا هنا هنعمل برينت ليه الروز وهي خلاه نعمل رن للجزء ايه ده كده? اه قال لي ان احنا عندنا الروز تمنمية اه تلاتة وخمسين والكولومز الف امتين اه وتمانين. الروز اللي هو اه الصورة مسلا اهي. فاحنا عندنا الروز كده هتبدأ من صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكزا الحد تمنمية تلاتة وخمسين صف. عندنا تمنمية تلاتة وخمسين صف في الصورة. وعدد الكولومز برضو صفر واحد اتنين وهكزا الحد الف امتين وتمانين. طيب ده ده كده عدد الروز وعدد الكولومز. لو احنا لو احنا عايزين نعرف عدد البيكسل بقى نعمل ايه? طبعا بندربهم في بعض ده في حالة احنا هنا بنتعامل مع صورة ار جي بي فهندربهم في بعض وبعدها ندربهم في تلاتة اللي هي تلاتة يعني هيديني التوتال بيكسل اللي موجودين فيه الصورة بتاعتي. طيب تعال كده نجرب مسلا نقص اي حاجة من الصورة بتاعتنا بشكل عشوائي فانا هقول لما نيجي لما نيجي نعمل او نعمل جزء من الصورة اول حاجة بنحدد الز وبعد كده بنحدد تماما? فالصورة بتاعتنا مسلا اهي احنا عايزين مسلا نقص اه نمشي على ال اكس مسلا نقص من اول هنا كده تمام? لحد هنا وبعد كده مثلا نقص الحتة دي يعني ناخد مسلا من اول هنا كده لحد الاخر يعني لحد الاخر تمام? تعال نشوف ازاي هناعمل الموضوع ده اه اول حاجة هناعمل بنحدد الز الطفانة بعد كده الروز اللي هو اللي احنا اتفقنا عندنا الروز بتاعتنا اه 853 رو تمام? فلما قول ربعمائة ستة وعشرين لو انت اخذ بالك ده اللي هو النص بالزبط يعني احنا هكنينا اسمنا على اتنين فانا هاجي عند نص الروز بالزبط وهاخد هبدأ من اول ربعمائة ستة وعشرين وبعد كده هنتهي اه لحد خليني خليني اول تونمائة تتة وخمسين دي اشيل الاخنس بنا ستة وعشرين دلوقتي ونحطها هنا تمام? يعني هناخد من اول ربعمائة ستة وعشرين نص الصورة بالزبط لحد الاخر لحد الروزل لحد تاعته خالص. طمام? وبعد كده هناخد من اول ٢٥٠ لحد النهاية. لحد عدد الكولومز الاخير اللي هو cauنا هو اللي احنا جبناً من الشئب اللي هو ١٢٨٨. تعالي نعمل كده. دي طبعا الصورة الاصلية دي الصورة اللي احنا عملنا لأكروبنج. بص اللي حصل. احنا خدنا من اول فين? تعالي انت كده شمال شوية. احنا اخدنا لا من اول نص الصورة بالزبط يعني من اول نص الصورة اللي هو من اول هنا كده تمام? اه لحد الاخر احنا طبعا قصينا الكلومز لو انتم اخدين بالكم يعني احنا هنا قصينا الكلومز من اول كم? من اول مئتين وخمسين تعالي نخليها صفر مش هنقص حاجة من الامش هنقص حاجة من الكلومز دلوقتي مرة مرة احنا كده اهو يعني خلينا اجيب دي فوق شوية كده احنا قصينا نص الصورة بالزبط اهو رجعنا الكلومز ازا ما هي فكده لو انتم اخدين بالكم احنا جبنا نص الصورة بالزبط طيب اه تعالوا بقى نرجعهم تاني زي ما كانوا اه يبقى كده اه لو احنا بقى مش عايزين ناخد للروز لحد تحت خالص احنا هنا هنبدأ الروز بتاعتنا من اول ربا مئة ستة وعشرين لحد الخمسمائة ستة وعشرين والكلومز هتبدأ من متين اه وخمسين لحد الف متين اه وتمانين تعال انا مرة دي الصورة الاصلية وده القط اللي احنا عملناه يبقى ده القط اهو اه يعني مفروض اللي هي لحد اخر الصورة نجيب دي كده شوية يبقى احنا كده الصينة الصينة كاكولوبز متين ستة وخمسين يعني الجزء ده كده احنا شناه من الصورة تمام واخدنا برضو من اول الاكس احنا الاول بنحدد الروز فاحنا الروز خدنا الجزء ده كده اللي هي الحتة دي بالزبط تمام اللي هي بتبدأ من اول ربا مئة ستة وعشرين نص الصورة وهينزل لحد كام انا بقول له هتنزل لحد الاكس لحد كام لحد اه لحد صوري لحد الواي لحد كام احنا هنا الاول بنشتغل على الروز اللي هي الواي يعني 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 فوق وتحت وهنا الاتنين دول بتحدد اليمين والشمال من الصورة بتاعتك تمام اه تعالى بقى يعني خلاص كده احنا عارفنا نقصينا كده بشكل اشوائي تعالى بقى نعمل مثلا على نعمل على الصورة بتاعتنا دي احنا طبعا عارفين ازاي احنا بنعمل الركتانجل ونق asking v2.rectangle بنحط الركتانجل على الصورة وهنا بنحط الركتانجل طبعا احنا عشان نعمل الركتانجل فاحنا محتاجين محتاج محتاج ال top left وال bottom right دي الركوردنات بتاعت ال top left وده الركوردنات بتاعت ال bottom right هتبدأ من اول فين هتبدأ من اول هنا كده يعني من اول المكان ده كده لحد البوتوم right لحد هنا كده وطبعا احنا حددنا بالنسبة للريكتانجل. فخلاص هو يعمل للريكتانجل كله يعني. طب الوينت دي بتاعتها ايه والوينت دي بتاعتها ايه دي بقى بتجيبها بالتجريب يعني لو انت يعني مش اعترف موضوع الكوردينت ده فانت بالتجريب كده بتحط الارقام وبتبدأ تجرب لحد ما تجيب اللي انت عايزها يعني او اللي انت هتعمل بتاعك. فالريكتانجل بتاعنا هيبدأ من اول طوب ليفت اللي هي 385 و 155 يعني لو شفنا الصورة هنمشي على ال x هنمشي على ال x اللي هو كده هنمشي 385 تمام بعد كده هننزل 155 احنا كده مشينا 385 بعد كده ننزل 155 تمام يعني بعد كده هنمشي من اول 851 x يعني لحد هنا كده لحد الجزء ده كده بعد كده هننزل على ال y 2 613 يعني همشي على ال x كل ده بعد كده هاجي هنا تمام يبقى هي دي يبقى هي دي كده البوينت دي بتحدد البوتوم رايت بتاعتي تمام احنا كده خلاص عمالنا الريكتانجل بتاعنا دي الطوب ليفت ودي تعال بقى يعني خلينا اقولك الريكتانجل الاول مضطرنا اعمل الريكتانجل اللي احنا عملناه بدأ من اول البوينت دي اللي هي اللي هي كانت خلينا خلاص دي مش محتاجينها في حاجة بدأنا هنا الريكتانجل بتاعنا من اول 385 اللي هي الجزء ده كده على ال x اللي هو الجزء ده على ال x وهي نزلنا 155 اللي هي البوينت دي البوينت دي بتاعتها 385 385 x و 155 y تمام والبوينت التانية اللي هي كانت 851 x و 613 851 x اللي هو مشينا ده كله على ال x وبعد كده نزلنا 613 يبقى هي البوينت دي اللي هي طبعا دي بتجيبها بالتجريب يعني تمام يبقى احنا كده عملنا الريكتانجل بتاعنا لكننا بنعمل بالظبط وحضبنا الفيز بتاع الشخص الموجود فيه فاحنا عايزين بقى نعمل على الفيز ده تمام هنا بقى عايزين نعمل على الجزء ده من الصورة هي دي بتاعت اللي انا عايزة عملها اللي انا عايزة عملها تمام يبقى هنا عشان انا اعمل حاجة زي كده يبقى اقول الامج بتاعتي اهي عبدأ من اول دلوقتي في حاجة اخد بالك منها وركز معي احنا دلوقتي عايزين الاول بنحدد الروز وبعد كده بنحدد وقلتلك طرح ما احنا شغالين على الروز يبقى انا شغال على اللي هو فوق وتحت فأنا هنا انا عايزة قص الجزء ده من الصورة عايزة قص الجزء ده معناه ان انا عايزة قص الجزء ده اللي هو بقى الأولي هنا انا عايزة اخد من اول هنا من اول النقطة دي الواي هنا بكام الواي هنا بمية خمسة وخمسين ف Remoح احط هنا مية خمسة وخمسين تمام وبعد كده لان انا اصرا انا معايا Wet Cu الواي وقص في هنا الواي لأم أقول مية خمسة وخمسين يبقى شلت الجزء ده طيب بعد كده عايزة قص برضه من الواي بس المرة دي بقى هقص من تحت هقص الواي من تحت. اللي هو هنا لحد هنا. لحد البوتوم رايت. فالواي هنا كانت عند البوتوم رايت كانت بكم? احنا كنا نحددينها برضو في بتاعت الريكتانجل كانت بستمائة وتلاتاشر. جبا انا شلت الجزء ده من فوق. ومن تحت شلت برضو وخدت لحد كيام ستمائة وتلاتاشر. كده انا اشتغلت على الواي اللي هو عايز بقى اشتغل على الهوريزونتل اللي هو اللي هو بتاعتي تمام? يبقى ازا اخد من اول فين? هاخد من اول تلتمية خمسة وتمانين. تمام? اه تلتمية خمسة وتمانين اللي هو الجزء ده كده. هاشيله من الصورة. لان انا بدأ من هنا هو من الكود تلتمية خمسة وتمانين. تمام? اللي هو الجزء ده كده. لحد كان بقى لحد تلتمية واحد وخمسين. خد بالك انا هنا شغال على الرقمين التانين دول بيكونوا الكولومز. اه فانا خدت من هنا كده تلتمية خمسة وتمانين. لأ ومن هنا كده عايز اشيل الجزء ده كده برضو. عايز اشيل الجزء اللي على يمين ده. اللي هو انا عايز اخد لحد هنا. واحنا عارفين هنا نقطة الاكس بكام? احنا كده شغالينا على الاكس. خد بالك احنا كده شغالينا على الاكس. فاحنا شمنا الاكس ده. وشمنا كمان الاكس ده لان احنا هنا حددنا لحد تمنمية واحد وخمسين. فهدوة ان انت ازاي بتعمل كروبنج لي الريكتانجل بتاعك يعني بعد ما ترسمه اه اه وتحطه على الصورة بتاعتك. طيب. تعال انا بان نعمل شغالي الار او اي. نقفل الرن القديم. اه ده هو كده الار او اي بتاعتنا ايه? قدمنا ان احنا فعلا نعمل الجزء اللي هو عملنا عليه الريكتانجل. اخد بالك الموضوع ده مهم جدا واي بروجيكت هتتعامل معي هتضطر ان انت تستخدم الار او اي بروجيكت هتخش عليه على كاجل او جيت هب هتلاقي لا دايما بيحدد الار او اي بتاعته. فمهم ان انت تكون فهم الكروديناتس وزي تعمل الريكتانجل وبعد ما تعمل الريكتانجل تعمل له كروبينج فانت لو خدت ده كده احطته هنا. اتلاقي يعني اعملنا له اكستراكت بشكل صحيح يعني من غير اي اخطاء. فده اوقت ان انت ازاي اه بس ان انت لما بتيجي تعمل تيجي تعمل اول حاجة او الرقمين بتحدد الروز اللي انت بتشتغل على بتقص بتقص من على الواي بعد كده بتحدد ان انت تقص من على اللي هو الاكس بتقص من اليمين من هنا او سوري بقى هنا بتبدأ من الشمال بتقص من الشمال وهنا بتقص من اليمين اللي هو الرقم ده هي دي فكرة او ان انت ازاي تحدد بتاعتك لو في اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت وشكرا والسلام عليكم.